من فترة قريبة جداً نشرت دورية نيتشر كوميونيكيشن العالمية نشرت نتائج دراسة في غاية الأهمية عن مرض الروماتويد هذا المرض اللي بيعتبر واحد من أهم الأمراض شيوعاً في العالم واللي يعني كلنا عارفين أن علاجه حتى الآن قائم فقط على المسكنات الدراسة دي في الحقيقة أجرها فريق بحثي في جماعة ستانفورد الأمريكية نجح في اكتشاف نوع جديد من الخلايا المناعية البشرية قد يفسر حدوث المرض لدى غالبية المرضى وكيفية علاجه احنا معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور شادي يونس الباحث والمحاضر في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية والباحث الرئيسي بالدراسة معانا دلوقتي عبر خاصية الزوم صباح الخير على حضرتك أهلاً بيك صباح الخير يا فندم وصباح الخير على السيد المشاهدين وأهلاً وسهلاً بحضرتكم أهلاً بيك يا فندم احنا بنتكلم على الروماتويد خليني أقولي أنه هو ملوش سن يعني أنا شخصياً أعرف بنات صغيرين في السن عندهم الروماتويد وولاد كمان نسب انتشاره عالمياً كبيرة جداً عايزة أعرف يعني فهمنا الأول إيه هو مرض الروماتويد نتعامل معه إزاي ونسب انتشاره عالمياً يعني قد إيه تمام هو مرض الروماتويد في الأساس هو مرض مناعي بمعنى أن الجهاز المناعي بدل ما يقوم بدوره بأنه يحافظ علينا وأنه هو مثلاً يواجه العدوى الخالجية بيحصل خلل في الجهاز المناعي وبالتالي بيبدأ الجهاز المناعي أنه يهاجم الجسم فهنا بيبدأ يظهر المرض بيظهر في شكل الأول التهابات الروماتويد بيبدأ الأول في المفاصل وبعد كده في الحالات المتأخرة ممكن المرض بعد كده يكون فيه أجسام مضادة أو فيه توابع أنه ممكن بعد كده ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم في مراحل المتأخرة ممكن يوصل إلى مثلاً عضلة القلب ممكن يأثر على الرئة ممكن يأثر على العين فده من هنا تكمن خطوط المرض المشكلة الأخلاسية اللي بنواجهها هي أن مرض الروماتويد زي زي باي أمراض المناعة الذاتية وهي قائمة طويلة من الأمراض مش معروف سبب ظهره يعني بمعنى بسيط أن المرض بيظهر بنبدأ نتعامل مع المرض مع الأعراض الموجودة بمعنى أن الالتهابات موجودة في المفاصل فبيبدأ المريض أنه يأخذ مضادة في الالتهابات بيبدأ بعد كده يأخذ مسكنات ولكن المسبب الحقيقي للمرض غير معروف مجهول ومن هنا تكمن المشكلة نسبة انتشار المرض كبيرة جدا لا اتفضل نسبة انتشار المرض ومحتاج أعرف لو فيه أرقام اتفضل قبل ما اسأله نسبة انتشاره وفقا للإحصائيات منظمة الصحة العالمية من 1% إلى 2% على مستوى العالم بمعنى أن من بين كل 100 شخص نحن متوقعين أن هناك شخص أو اتنين هيكون عندهم الروماتويد طبعا دي نسبة كبيرة جدا لما نقارنها باي أمراض تانية ومش فس كده مشكلة أنه هو مرض مزمن يعني بيقعد سنين للمريض وبالتالي التكلفة العلاجية بتاعتها تكون عالية جدا غير المشاكل اللي بيسببها للمرضى دكتور شادي حضرتك باحث مصري في جامعة ستانفورد وسط باحثين كتير قدروا أنهم يكتشفوا علاج لهذا المرض وضح لنا طبيعة شغلة حضرتك ووضح لنا البحث بشكل عام عالج هذه القضية ازاي تمام الجديد في البحث اللي احنا نشرناه مؤخرا هو بيعتمد بشكل أساسي على التطور الكبير اللي حصل في آليات البحث العلمي بمعنى أن كل فترة البحث العلمي بيكون فيه تكنولوجيا جديدة بتساعدنا أن احنا نقدر نفهم أكثر الحاجات اللي احنا بيدرسها مؤخرا من كام سنة ظهرت تقنية اسمها single cell sequencing بمعنى أن احنا بنقدر نفحص التغيرات الجينية اللي بتحصل في الخلايا كل خلية على حدة يعني من المريض نقدر نعزل آلاف الخلايا اللي هي بتبعى موجودة في الدم أو بتبعى موجودة في الأنسجة وبنبدأ ندرس خلية خلية نعرف إيه الخلية دي مثلا هي نشطة في أي اتجاه بنبدأ ندرس المستقبلات اللي موجودة على سطح الخلية كل دي حاجات بتفسر وظيفة الخلية لأن الجهاز المناعي في أساسه هو كل خلية لها وظيفة متخصصة فبالتالي بنقدر من خلال هذه التقنيات نقدر نفهم إيه هي نوع أنواع الخلايا اللي بتكون نشطة مثلا في المرضى الروماتويد وبتكونش مثلا موجودة في الأصحاء ومن هنا بنبدأ نعرف أن هي دي مثلا الخلية المسببة لحدوث المرض وطبعا ده بيساعد بعد كده في المستقبل أن احنا نقدر بعد كده نستهدف هذه الخلايا تحديدا بأن احنا نبدأ بعد كده نطور بروتوكولات علاج تعتمد في الأساس على استهداف هذا النوع من الخلايا وبالتالي بنأمل أن ده يكون علاج أكثر تخصصا أقصر دقاء في علاج الروماتويد طيب دكتور أنا عايزة أفهم بقى من حضرتك حاجة الفرق بينه وبين الروماتيزمي يعني إحنا بنتكلم هنا عن حاجة يعني بتهاجم المناعة وبالتالي بعدها بتهاجم المفاصل الفرق بينه وبين الروماتيزمي هل ده نوع قريب منه ولا بعيد تماما عنه طبعا التشابف المصطلحات مهمة جدا نحن نفرق ما بينهم مرة الالتهاب المفاصل كالتهاب مفاصل فقط ممكن يكون ليه مسببات كتيرة مش من ضمنها المناعة الذاتية بمعنى ممكن يكون التهاب مفاصل ناتل جعل خشونة مفاصل فده هيكون مرض مختلف تماما أن الجهاز المناعي مش هو اللي بهاجم الجسم ولكن حصل خشونة في المفاصل نتيجة مثلا عامة بيئية فبتكون المرض كله مقتصر على المفاصل المصابة بالخشونة فده المقصود بالتهاب المفاصل لكن الروماتيزم هو الحالة المقصود بيها أن الجهاز المناعي هو اللي يحدث المرض وده ما بتكونش مرتبطة بالمفاصل فقط ده ما بتكون بدايتها في المفاصل وممكن توصل لأنسجة تانية من الجسم فهو ده الفرق في المصطلحات ما بين المسمعات طرشادي وإحنا النهاردة في صباح الخير يا مصر مخصصين يوم عن علمائنا المصريين في الخارج وحضرتك أحد العلماء اللي ساهموا في هذا البحث اللي إن شاء الله هيحدث ثورة في علاج مرض ربما عانا منه ملايين من سكان العالم من البشرية قطبة بتحكي لنا إيه يعني التحديات اللي وجهتك كباحث مصري وانت بتشتغل في الخارج الغربة لها تمن البعدة عن الأهل ليه تمن بالتأكيد كان فيه مشاكل كتير إنك تنتقل من مصر للولايات المتحدة الأمريكية كلمنا عن رحلتك ببساطة أهم التحديات اللي حصلت علشان توصل النهاردة أنك تبقى عضو فريق بحثي مهم يعمل هذا العمر تمام طبعا أشكر حضرتك على طرح هذا السؤال لأنه ممكن يعني برضو بيه اللي أنا هقوله ممكن يفيد آخرين أنا قبل ما يجي أمريكا كنت في السويد حصلت على الدكتوراه من جامعة أبسالة في تخصص العلوم الطبية وكان شغلي في السويد عن دراسة كيفية نمو الفيروسات والتفاعل ما بين الإصابة الفيروسية وبين استجابة الجسم لهذه الإصابة فكان ليه برضو كذا أبحاث منشورة عن مرض الإيدس وعن الأدينوفيروس انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بداية 2020 في فترة الكوبيد ناينتين وكانت بداية صعبة جدا في البداية لأنه كان فيها غلاق وبالتالي كان فيه تحدي كبير جدا أنه نقدر نجمع عينات من المرضى لأنه كان الفترة دي طبعا كان فيه حالة حركة على الجائحة كورونا أنه كان كل شيء مقفول فكان فيه صعوبة جدا أنه نعرف نجمع العينات ففي الحالة دي لجأنا إلى كولابريتورس أنهم باحثين يتعاونوا معنا من جامعة كولورادو هم كانوا عندهم بايو بيت وكانوا عندهم عينات تافية إذن نحصل من جامعة كولورادو على العينات وبدأنا نشتغل الهدف بنادرسو دلوقتي طيب أنا هرجع تاني للبحث اللي حضرتك والزملاء شغالين عليه وخليني أسألك أنه دلوقتي أنتو بتقوموا بإجراء دراسات بحثية على الخلايا نفسها أي التغيرات اللي بتحصل فيها وصلتوا لإيه؟ قدرتوا تشوفوا حاجة مدخل يمكن لعلاك في المستقبل وصلتوا لإيه لغاية دلوقتي تمام الخلايا اللي حاب نتكلم عنها اسمها العلمي هي CD8 T-Cells نوع منها اسمه الـ Greenzyme B-Positive ده بس عشان نوضح المسمى العلم بتاعها هذه الخلايا في الطبيعي أنها تكون في حالة نشاط في حالة حدوث عدوى فيروسية أو في حالة إصابة الجسم مثلا بأي عدوى بكترية اللي احنا قدرنا ندرسه من خلال هذه الدراسة أن احنا قدرنا نعرف إيه هي المستقبلات اللي موجودة على سطح الخلايا قدرنا نعرف خصائص هذه الخلية وقدرنا نشوف إيه هي العوامل اللي بتخلي هذه الخلية بدل ما هي تقوم بدورها بأنها تكون موجودة في الدم بتقوم بدور مثلا الحفاظ على الجسم أن هي تسيب مكانها في الدم وتروح أنسجة المفاصل وبتبدأ أنها تتراكم في المفاصل هي دي المشكلة المشكلة أن الخلية بيحصل لها خلل فبتبدأ تسيب مكانها اللي هو المفروض تكون موجود فيه وبتبدأ تتراكم في أنسجة المفاصل وتبدأ بعد كده تتعرف على البروتينات اللي موجودة في أنسجة المفاصل على إنها هدف فبتبدأ بعد كده تفرز إنزيمات هذه الإنزيمات بتبدأ أن هي تحلل أنسجة المفاصل والغضريف من الخلال وإحنا البحث ده برضو حابب أشير أنه كان تعاون ما بين جامعة ستانفورد وبين القطاع الخاص الشركات الأدوية لأن برضو المنفاة عامة إن إحنا إذا توصلنا إلى علاج فهيكون في إفادة للجميع يعني للمرضى وأرض وأيضا للقطاع الخاص وده بيأخذنا برضو لنقطة مهمة جدا هي أهمية التعاون ما بين الجامعات وما بين القطاع الخاص عشان نقدر نحن نوصل في النهاية إلى منتج أو إلى اكتشاف إليه عائد على المجتمع كله حضرتك فلات المتحدة الأمريكية في جامعة ستانفورد الأمريكية باحث مصري في قسم المناعة في هذه الجامعة إزاي نقدر نفيد مصر بهذا الأمر أنا عالف إن هذا الأمر لسه في طور الاختبار عندكم في جامعة ستانفورد ولكن أنت كباحث مصري إزاي تقدر تفيد مصر بهذا العلاج اللي ممكن برضو يساهم فعلا جادة كبيرة من المصرية تماما عشان برضو أوضح الموضوع إن هو حاليا إحنا في الموضوع في إطار البحث العلمي الهدف إن إحنا ننقل هذا الاكتشاف من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة التطبيق طبعا بيباري لها إجراءات محددة بنمشي من خلالها في حالة إن إحنا إذا توصلنا فعلا إلى آلية نقدر إحنا نستهدف هذه الخلية ونقدر إحنا نعزلها أو إحنا نعمل لها تثبيت في الجسم فالعائد مش هيكون بس على مصر العائد هيكون على مصر وعلى جميع المرضى المصابين بالروماتويد في مستوى العالم هل في تطور يمكن جيني أنتم مستنينوا في اللابس أو في المعامل لإحدى الخلايا يعني لو نقدر نقول إحنا قدامنا وقت قد إيه لغاية ما البحث ده يتطبق على الحقيقة ونبتدي نشوف منتج دوائي منه فيه رؤية لده يا فندم ولا لسه هو البحث يعني هو دايما البحث العلمي بيكون ماشي في شكل فقرات إحنا خلصنا المرحلة الأولى ونشرنا نتائجها إحنا حاليا مستمرين في المرحلة التانية يعني الشغل ما توقفش يعني الشغل مستمر ونأمل يعني أنه في خلال مثلا يعني خلال الكلمة مثلا ثلاثة أو أربع سنوات أنه إحنا نقدر نوصل لإكتشاف تاني أكثر دقة فيما يتعلق بكيفية استهداف الخلايا لأنه هو ده التحدي أن أنت تطور موليكيول أو هذا المركب أنه قادر على استهداف هذه الخلايا تحديدا وبالتالي يقدر أنه يعمل لها تصبيت فده الهدف الذي نسعى إليه في الفترة الحالية صحيح دكتور رشاد يونيس هو باحث ومحاضر في جماعة ستانفورد الأمريكية في قسم المناعة أدر أنه بالفعل يلاقي علاج مع فريق بحثي كبير من هذه الجامعة لعلاج مرض الراماتويد اللي هو قائم في الأساس على قصة المسكنات بنشكره ونقوله ألف شكر ونقوله أيضا نورت اسم مصر أنك شاركت في هذا الأمر ونقول نوى نموذج لعدد كبير جدا من المصريين في الخارج اللي حنلقي أيضا الضوء عليهم النهاردة في الصباح الخير وما طبعا يعني البحث العلمي اللي بيقوموا بيه لسه في إطار التطوير لكن احنا متحمسين أن احنا نتابع مع دكتور شايد يونيس يعني أكتر وأكتر من التطورات اللي بتحصل في البحث العلمي ده كل شكرا لك دكتور شايد يونيس البحث والمحاضر في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية بجامعة ستانفورد الأمريكية